السلام عليكم ورحمة الله في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفات باللحمة المفرومة وهي وصفات جديدة ولذيذة وموفرة جدا وعلى الطريقة التركية اول وصفة معنا هي كرات الكفتة بالبتنجان وقبل لما نتكلم عن مقدرة وطريقة تحضيرها ما تنسوش عملونا سبسكرايب وتفعلو زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكو كل جديد اول حاجة معنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة هنضيف عليها بصلة مفرومة متوسطة الحجم ونص كوباية من البقدونس والكسبرة والشبت طبعا كل لما الخضار ده كان فريش بيدي طعم احلى معلقتين كوبار من البقصومات علشان التماسك ونص معلقة صغيرة من كل التوابل دي كامون بابريكا كسبرة فلفل اسود طوم بودر ومعلقة صغيرة من الملحة او حسب الرغم بنضيف التوابل دي على الكفتة وبنبتدي ان احنا نعجنها عجنة بسيط بادينا لحد لما كل مكوناتها تجانس مع بعضها طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان يوصلكو كل جديد هنا الكفتة جاهزة معنا بنسبها ترتاح حوالي نص ساعة في التلاج وبعد كده هنبتدي ان احنا نعملها لكرات متوسطة الحجم حسب يعني زي اللمونة المتوسطة بالشكل ده كده طبعا هي وجبة موفرة ومشبعة وغنية جدا بالعناصر الانزائية لذيذة جدا اتمنى انتوا تجربوها وتقولي رأيكم ولو عندكم اقتراحات تانية ممكن طبعا تقولوها لي وهنفزها لكم على طول بالشكل ده كده بنعملها طبعا بحاجة متوسط بعد كده بنضيف معلقتين من الزيت النباتي على النور وهنبتدي ان احنا نحمر الكفتة تحمير بسيط تاخد لون بسيط كده من الجنبين وبعد كده هي هتستوي تاني لان هي هتدخل الفور بالشكل ده كده ونبتدي ان احنا نحرك التواصة معنا بحيس ان هي تاخد اللون الدهبي الخفيف بالشكل ده كده هنا بتايت تاخد معنا لون من الجنبين هنحطها في طبق ونسيبها على جنب ونبتدي ان احنا نعمل البشعمال فحل على النار هنضيف معلقة كبيرة من السنة النباتي او الزبنة المزابة بالشكل ده كده بندوبها وبعد كده هنضيف عليها معلقتين كبار من الدقيق طبعا الديق مهم جدا في البشعمال عشان التماسك بيدي القوام المتماسك هنقلب كويس قوي لحد لما الدقيق يتشرب كل السنة وهنضيف عليه كوباية ونص من الحليب ونبتدي ان احنا نقلب باستمرار ما نوقفش خالص علشان ما يكتلش معنا ولحد لما يوصل معانا للقوام ده بالشكل ده كده ده قوام متماسك جدا وده القوام المقليق بعد كده هنضيف عليه معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود فمنضيفش طوابل كتير في البشعمال وده بيدي طعم حلو قوي وهنبتدي ان احنا نقلب الملح والفلفل مع البشعمال بعد كده هنا عندنا اتنين حبة من البتنجان بنغسلهم ونقشرهم ونحطهم في الفرن بيتشاوه ممكن يتشاوه باشروم وبعد كده بنسيبه يبرد ونضربه وضرب ناعم في الكبه وبعد كده بنضيفه على البشعمال بيكون طعمه لذيذ جدا وفي قيمة مزائية عالية قوي هنقلب بالشكل ده كده لحد لما يتجانس وبعد كده هضيفه في الصينية اللي هدخلها الفرن بالشكل ده وبسويه كويس جدا وجبة غزائية قيمتها عالية جدا ولذيذة وهتعجبكو قوي وهي وصفة جديدة هنعنضيف عليها مكس من الجبن الشيدر والرومي والنودريلا او ممكن نوع واحد حسب المتوفر وده بيدي طعم حلوة قوي وبيدي شكل جميل لما بتخرج من الشواء بعد كده هضيف كرات الكفتة بوزعها كده بعد كده كمان هضيف عليها حوالي كوباية من عصير الطماطن او لو مش متوفرها ممكن نحن نضيف كوباية من المية ونخط فيها معلقة كبيرة من السلسة ونضيف عليها نص معلقة صغيرة من اه الملح ونص معلقة صغيرة من الزعتر ونص معلقة صغيرة من البابريكا طبعا الزعتر والبابريكا بيدوا طعم لذيذ جدا عشان جينا بضيفهم في كل الوصفات هنقلب كويس قوي وبعد كده نضيفها على الصينية اه طبعا هيديها لون حلوة قوي وطعم مميز بعد كده اه مرة تانية همضيف عليها رشة من الجبنة علشان اه تديها لون حلو لما تخرج من الشواء اه دي جينا رومي مبشورة وطبعا اي نوع جوء جيبنا متوفر اه هينفع اه كمان اه هضيف عليها حلقات من الفلفل الاخضر بيديها شكل حلو قوي وبعد كده هدخلها على فرن مسبق التسخين درجة حرارة مية وتمانين من خمستاشر لعشرين دقيقة ولما بتستوي معانا هنبتدي ان احنا نشغل الشواية وهتاخد لون حلو قوي وهيكون اه ده شكلها معانا لما تخرج من الفرن وطعمها لذيذ جدا وغنية قوي بالعناصر الغذائية اتمنى ان انتو تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات واتمنى ان هي تعجبكم جدا وبالهنة والشفا بعد كده اه هنبتدي في الوصفة التانية اه وهي اه اه وصفة بطاطس باللحمة المفرومة اه بيكون معانا حوالي تلات حبات من البطاطس متقطعة لمكعبات بالشكل ده بنضيفها في حوالي معلقتين من الزيت وبنقلبها كده تقليب بسيط احنا طبعا مش عايزينها تكون متحمرة احنا عايزينها تستوي بالبخار بعد التقليب البسيط ده هنغطي التاصة علشان التسوية بالبخار هتكون دعمها جميل جدا وصحية كمان هنا اخدت لون بسيط كده معانا من تحت هنغطيها تاني لحد لما تاخد يعني حوالي تلاتة تربع تسوية وفي حل على النار هضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة وطبعا احنا ممكن نزود كمية اللحمة حسب عدد الافراد بنقلب كويس جدا لحد لما اللحمة بتاخد معانا لون يتغير لونها بالشكل ده كده ابتدى لونها يتغير بعد كده هضيفة عليها بصلة متقطاع لمكعباته ممكن لو انا بحبها مفرومة كل واحد حسب رغبته هنقلبها كويس جدا لحد لما برضو البصل يتبل معانا شوية ولون اللحمة يتغير اكتر بعد كده هضيف عليها معلقة صغيرة من السمنة وبنضيف كمان ممكن معلقة صغيرة من التوب بعد كده التوابع الموجودة معانا معلقة صغيرة من بهارات سبعة فلفل اسود ورش الجسط طيب ومعلقة صغيرة من الملح او حسب الرغب بالشكل ده كده وبنقلب كويس جدا بعد كده معايا حوالي كوباية من عصير الطماطم ممكن نضيف طماطم متسبكة او ممكن ان احنا نضيف كوباية ويدود فيها معلقة كبيرة من السلسة كل ده بيدي نفس النتيجة بس طبعا الطماطم متفرش بيكون طعمها احلى هنا قلبناها وابتدت ان اللحمة تدخل معانا في التسوية وطبعا احنا هنضيفش على اللحمة المفرومة سوائل كتير لان هي اصلا بتنزل سوائل بعد كده في الصانية اللي هندخلها الفرن نضينا مسحة من الزيت ونضيف فيها البطاطس بعد ما اصبحت تلات تربع تسوية واخدت اللون المسيط ده نفردها بالشكل ده كده في الصانية وبعد كده هنضيف عليها اللحمة المفرومة اللي احنا جاهزناها او عصجناها وبنفردها كويس جدا بحيث ان هي تغطي الوش لان هي الاساس في الوصفة دي بالشكل ده كده بعد كده هنحط عليها رشة من الزعتر زي ما قولنا الزعتر بيدي طعم لذيذ جدا مميز في اي وصفة بيغير طعمها تماما وكمان رشة من الفابريكا بتديلوه طعم حلو قوي بالشكل ده وهنضيف عليها رشة من الجبنة الشيدر او الرومي او المدرالة حسب المتوفر اللي معنا دي جبنة شيدر نضفها كده على الوش وكمان هنضيف جبنة ممزرالة ممكن جبنة برمجان واي نوع جبنة هينفع فيها هتديها طعم حلو قوي وبردو قيمة غزائية عالية جدا والاطفال والكبار يحبوها بعد كده هندخالها على فرن مصبخ التسخين درجة حرارة مية وتمانين رفه اوصر من خمستاشر لعشرين دقيقة وبعد كده هنضيفها في الشوية لحد لما تاخد لون معنا وهي بعد ما طلعت من الفرن دا شكلها اتمنى نكون وصفة عجبتكم وتكتبولي رأيوك في التعليقات ونسوش لكم